كشفت الصحيفة مع ريفة الإسرائيلية عن أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أبدى استعداده لدعم صفقة لإعادة المحتجزين لفتا إلى أن حركة حماس اتخذت خطوات إيجابية تجاه إمكانية التوصل إلى صفقة وأضاف لابيد أنه سيعمل على توفير شبكة أمان يمكن أن تطيل من عمر الحكومة الحالية واصفا إياها بالفاسدة كما أكد أن أولويته القصوى هي إطلاق صراح المحتجزين مشددا على أنه لا يمكن للاقتصاد أن يتحمل استمرار الحرب وتجميد الاحتياط لفترات طويلة أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروع في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وخلال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بدوري لانعقاد الرابع للفصل التشريعي سالث وجه العسومي الشكرى لمصر على جهودها المطنية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العضوان على الشعب الفلسطيني هذا وأشار العسومي لاستمرار البرلمان العربي في جهوده ومساعه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية وحجد الدعم الدولي والعالمي والبرلمانية لنصرة الأشقاء في فلسطين ترجمة نانسي قنقر